نحن نكون مع الكابتن وسن عبد الرزاق طبعا هي خصائية علاج طبيعي وإصابات رياضية رح نحكي أكثر عن موضوع التمارين الرياضي اللي بتخص الرقبة وخصوصا بعد انتشار الأجهزة الذكية وإحنا 24 ساعة مسكني الأجهزة وهذا الشيء كتير بأثر علينا فصباح الخير كابتن ويعطيكي ألف عافية صباح الخير صباح الخير كوتش طبعا وسن صديقة عزيزة جدا وهي زوجة وأملة طفلين وهذا الشيء حلو أن الواحد يتذكر أنه حتى مع المسؤوليات الكبيرة بتقدر الست تحافظ على حالها على رشاقتها وعلى صحتها فالله خلي لك عيلتك الحلوة وسان وما رح نطول عليك كتير لأنه إحنا بدنا كمان نكسب نشوف كيف رح تدلينا كيف نقدر نعمل التمارين للرقبة اليوم تماريننا كتير مهمة زي ما حكيتي بانتشار الأجهزة وخاصة بالفترة اللي مرأنا عنها اللي هي الكورونا والقعدة بالبيت الدراسة من البيت والشغل كلياته وإحنا قاعدين قلة الحركة كلياتنا عنا مشكلة بهذه المنطقة الآن التمارين هاتيها هي ما بتتعدل خمس سبع دقائق لازم نعملها كل يوم بالصبح التمارين أول إشي رح تبدأ إنه إحنا نعمل سترتشز لهذه المنطقة أول تمرين بدنا نحرك رقبتنا اليمين إحنا دائما منحرك هيك لا إحنا بنحس إنه إحنا في حدا عم برفع لنا دعنا لفوق عشان هالمنطقة كلياتها تعمل سترتش هذا التمرين تعملوا بعدين منريح منرجع كمان مرة ومنريح وكمان مرة لما نحط إيدنا هيك إحنا بنساعد إنه نشد الرقبة بزيادة التمرين اللي بعدي وكمان مرة وكمان مرة ونحط الإبهام هون بعدين منحط إيدنا خلف الرأس ومنشد لازم نحس بالمنطقة اللي وسط الرقبة اللي هي اللي عم بتشد وكمان مرة وكمان مرة منحط الإبهام هون وكمان مرة 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 بلعكس منلب مننزل الدقن لتحت ومنشد نرجع منعيدهم كمان مرة بس نخلص الإعادة اللي إحنا عملناها منحط إيدينا هون إيدينا بهاي الطريقة ومنقرب لأدام أد ما منقدر ومنرجع لورا أد ما منقدر كمان مجا ولورا كمان مجا المرة الثالثة منرجع من فلة إيدينا لورا كمان مرة منعيد لقدام لورا لقدام لورا كمان مرة ومنرجع لورا أهم تمرين اللي كل عياتنا لازم نعمله إيش مكان عمرنا وإيش مكان مجال شغلنا عنا هون الدأن منرجعها لورا هاي الدأن منرجعها لورا ومنرجع راسنا كمان مرة الدأن ما تغلطوا فيها فيه ناس بيعملوا هيك أو فيه ناس بيعملوا هيك لا الدأن بدها ترجع لورا عشان لما نعمل هيك منطقة العمود الرقبة العمود الفقري اللي هون بصير ستريت حتى الناس اللي بتكون رقبتهم هيك بمشوا هاي بتعدل لهم العمود الفقري اللي بالرقبة منرجع لورا ومنرجع كمان مرة ومنرجع بعدين منثبت هيك عشر ثواني ومنرجع ومنرجع آخر التمرين إيدنا بهاي الطريقة وبدنا نشد قد ما منقدر والإيد الثاني هاي التمرين ضروري إيش ما كان العمر وإيش كان مجال الشغل وحتى اللي بيدرسوا بالجامعات لازم يعملوا هاي التمرين كل يوم الصباح حتى تنخفف السترس على هاي المنطقة شكرا وسن سؤال بما أنك كمان أنت متخصصة بالإصابات الرياضية كتير من الأشخاص حتى هلأ بعمر صغير بعانوا من دسكات الرقبة مية بالمية هل بيقدروا يعملوا هاي التمرين؟ هاي كل حدا بيقدر يعملها فبالعكس إحنا منفضل اللي عندهم مشاكل وعندهم دسكات اللي هم يعملوها هاي المنطقة هي بتخفف الشد إحنا راسنا كتير سقيل بترخيل تعمل السبيس أكبر بين الفقرات فاللي عنده دسك بتكون مضغوط عنده الدسكات فهاي بالعكس بتريح منطقة الرقبة ومنريح العضلات اللي حواليها إحنا عملها ستريتش فبطل في ضغط عضلات وضغط الدسكات حتى الأعمار الصغيرة هلأ قديب يعدوا على الآيباد وعالموبايلات وهايك كتير مريحين هذول التمرين راح تحسوا بالفرق من أول ثاني تمارين وسن طبيعي يكون في دوخة ببداية التمرين اه مية بالمية يعني خاصة بهذا التمرين اللي إحنا منفرقتنا ومنزل يعني اضربته على الهوى حسيت حالي دوخة بفرقة اه هاي كتير طبيعي بيكون عندك مشكلة يعني بيكون عندك شد عضل قوي بالعكس بس لازم نعمل صح إنه إحنا مش ننزل هيك نلف وننزل عشان إحنا شغلنا هاي العضلات وشغلنا هاي العضلات وشغلنا الحضلات اللي فوق اللي كتاب وبهذا التمرين شغلنا العضلات اللي هون بحي بترخي كل هاي المنفق نعم تحكي أنت عن عشر دقايق لو الواحد بيقدر يعملهم بشكل يومي بيقدر انه يحافظ على يعني ما يصير في عنده تشنج عضلية أكيد برقبته وما يصير عنده ديسكافر نيب المية ممكن بس أزيد إشي حتى وانتوا قاعدين على المكاتب وانتوا قاعدين مو غلط الواحد لو يعمل تمرينين ثلاثة من هداو للتمرين أنا أقول لك شو بعمل؟ أنا هدا بأعمل هيك وأعمل هيك هذا الوحيد عرفتي هدا وغلط؟ عرفتي؟ لازم دايما نحس لما تعملي هيك هوني ممكن عملتي حسيتي بدوخة هي لازم نحس إنه في حدا بمسكنا من داننا وعم برفع حتيين عمل التمرين لأنه أوقات كتير حتى من النوم بيصح الواحد مرات فيه هون عرق بسي شادد فأنا ما هدا بس رح أعمل بقيتة لازم يا الأدس خاب إحنا بس ما لا رح أرد أكيد لازم لازم أكيد شكرا كتير إليك وسانا عبد الرزاق شكرا كتير والله يديم عليك الصحة والحافية يا رب عليكم يا رب